اشتركوا في القناة وحديث عنها صدارة الإعلام العراقي والعربي فضلا عن العالمي وكالة رويترز تصف المشهد السياسي القادم بالمعقد كونه وليد انتخابات مزورة قاطعها غالبية العراقيين ومجلة ذويك الأمريكية ترى أن هذه الانتخابات ستعيد إلى سدة حكم العراق القادة المتورطين بأحداث الموصل الدموية والمسؤولين عن الفساد المالي والإداري فضلا عن تسببهم باستشراء الفقر والبطالة ما يعني غياب الأمل بولادة مجتمع مدني ديمقراطي في ظل سيطرة الميليشيات المرتبطة مباشرة بنواب البرلمان على حد وصف المجلة الأمريكية وعطفا على تداعيات الانتخابات فلقد أعلنت لجنة تقصي الحقائق وجود 13 مسؤولا رفيعا من مفوضية الانتخابات مارسوا التزوير وتلاعبوا بالنتائج الأمر الذي أثار تعقيدا آخر تجلى بتجميد عمل المفوضية وانتداب قضاة للقيام بعملية العد والفرز اليدوي إلا أن القضاة أنفسهم أعربوا عن جهلهم بالقيام بهذه المهمة ومواجهتهم مشاكل فنية انطلاقا من مبدأ توليهم عملا ليس من صلاحياتهم أساسا الأمر الذي يشير إلى رغبة الأطراف المستفيدة ببقاء ملف الانتخابات في دوامة مفرغة تؤدي نهاية الأمر إلى تمرير النتائج السابقة والقبول بالأمر الواقع انتخابات جرت بالتزوير وعقدت المشهد السياسي ولن تحسم قضيتها إلا في بداية طريق ضبابي يقود العراق إلى اقتراع بالسلاح في الانتخابات المقبلة كما يقول كثير من العراقيين